الله أكبر وكذب الصدقين جاء أليس في جهنة ومثل الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئته المتقر لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جزاغ المصرين ليجفر الله عنكم أسوى الذي عملوا يجزيكم أجركم بأحسن الذي كانوا يعملون عليك الله بكامل عبده ويقوقونك في الذين من أدنه ومن يضمن الله فما له من هذا ما إنيه إلاه فما له من ذل أليس الله بعزيز وذي انتقال وليه سألتكم من غرب السماوات والأرض ليقولون الله قل أبرأتم ماتتون من دون الله أرادني الله بجره هل قلنك أشفع جره أو أرادني برحمة هل قلنك سجعة رحمته قل حسبي الله عليه يتوكر المتوجرا قل يا قوم يعملوا على مجارتكم إن يعاملك سوف تعلمونك إن مئته أعدام يغل فيه ويحل عليك أعدام مجين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر وقال رجل المقرم من أهلك لعمل قرارك لله ونفقه الهدفة إن يقل رضي الله فدأتني جميلة من ربكم وإيك كاذبانك عليه كذبانك صادقا يشكشنا لله يعدكم فيه والله لا يهدين لجواني السيطين والذلك يا قوم لكم رجل كلهم ربكم لله رب العالمين ورحمة الروحي مالك يوم الثين إياك العبد والإياك أستعلم من الصواة المستقيمة سرعة الذين أنعمت عليهم غير المقبوض عليهم ولا الضالين ولقد أرسل رسلا من قبلك منهم ما انخصص عليك منهم من لم نقصص عليك وما كان رسولا أيها في آية إلا بإذن الله فإذا جاء أولاك جاء من حق وقصرهم عليك المبطل الله الذي جاء لكم ونعوني كرطب منها ومن أفروركم فيها ومن أفروركم عليها حاجتهم في صدركم عليها وعلى الكرطب أحمل ويريكم آياتهم فإن آياتهم فإن آيات الله كنفرنا فلن يسيروا من زبعين كيبا كان عاقبة الذين أنهم قمنا كانوا أسترهم وأشدقوا وتوأثارهم بالعرض فما أبنى عنهم ما كانوا يكسرون فلما جاءتهم أتلون بالبين فريحوا بما عندهم من عنه وحقا فإنما كانوا به يستاذرون فلما رأوا بأسنا قال أمنا بالله وحده وكبرنا بما كنا به مشقه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الله الذي قد غلق فيه عباده وخسره نالك الكافرون الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله